صوم مبارك الجميع اليوم 11 آذار على الرغم من التعب خصوصا في زمن الصوم الاربعين المقدس تقود طريق عماوس من الشعور باليأس والحيرة والشك إلى كمال الإيمان الفصحي وتذكرنا هذه الرحلة لتلميذاء عماوس كما هي رحلة الصوم بأن نكتشف سر هذا الرفيق الذي يسير معنا ويقترب منا ليدخل ليصبح جزء من حياتنا يقترب منا يسوع على طول الطريق يأخذنا إلى النقطة التي نحن فيها يطرح الأسئلة التي تجعلنا نعيد فتح قلوبنا للأمل وهو يظهر لنا بأنه غريب ينتظر من يدعوه ليدخل إلى قلبه إلى بيته هذا الوجود الإنسان كله يجب أن يمر من خلال صليب المسيح ليدخل كل واحد منا إلى مجد القيام مع يسوع المسيح والمسيح قد أنجز ما هو أكثر من ذلك لقد كسر لنا الخبز وجعلنا نشاركه ونتشاركه أيضا مع إخوتنا وهبنا مائلة الإفخارستية حيث يوجد الكتاب المقدس ويكتسب معناه الكامل ويعطينا فعلا معنى الحياة التي جددها يسوع المسيح لموته وقيامته وبعد الاعتراف والتفكير في وجه المسيح القائم من الموت نحن أيضا على مثال تلميذي عماوس مدعوون لأن نسرع نحو إخوتنا لكي نحمل لهم الخبر الصار نعم لقد رأينا الرب ونحن بعد نهاية هذه الرحلة في زمن الصوم المبارئ نزفه لكل إخوتنا هذا الخبر الصار نعم لقد قام المسيح وأقامت معا في ارتفاعه كل الحياة ارتفعت وهذا هو الخبر الصار الذي لن يتعب ولن يمل تلميذ المسيح من نقله للعالم وأنت واحد من هذه المجموعة هذه أجمل هدية ينتظرها منا كل إنسان ربنا وضعه على طريقنا في هذا الزمن زمن الصوم لنصل معا إلى زمن الفصح المجيد إلى الحياة الجديدة بيسوع النسيح القائل من بين الأموات آمين